بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أحسنتم أخي أبو عبيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الأخلاق كما تقدم في حلقة تكرنا فيها كمفهوم وكضوابط وما أشبه ذلك على وجه الخصوصي والعموم ومن الضوابط حيث توقفنا عنده ضابط الوقت هذا الضابط الوقت وعلى مسألة الإنعزال أو الخلطة الإنعزال نأخذه على حد المدح والإنعزال المذموم وما هو الإنضباط في المدح والإنعزال نعم وذلك ألفت الكتب في هذا الجانب من بعض الفقهاء والعلماء على مسألة العزلة المحمودة الممدوحة والعزلة المذمومة الآن طلب العلم الشرعي أو الدنيوي الذي فيه مصلحة كالطبي والهندسي فيما ينفع للناس العزلة تكون ممدوحة إذا كان العلم ضروري يأخذ من وقته جميل مثال ذلك العلم الضروري في مسألة العلم الشرعي عندما يدرس أكاديميا في الشريعة يحتاج إلى يعني عنده وقت لحيث أنه يحضر حيث أنه يراجع نعم لكن يجد عنده فسحة من الوقت يخالط الناس لا بد أن يجد عنده فسحة ولكن قد يأخذ منه يعني أسبوع والأسبوعين لا يرى إلا من يذهب إليهم في وجه الأحياء الذي تعيش معه في نفس المنطقة هذا الأكاديمية دراس أكاديميا أكاديمية على وجه أيضا بعد الأكاديمية قد يكون عنده بعض النواقص في العلم الضروري العلم الضروري الآن عندنا أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة هذا علم ضروري على كل مسلم مما لا يسعر يسعر بجهلة نحن نقول أنه أربع سنوات وأنت منعزل عن الناس على حجة العلم الضروري وطلب العلم لا يا أخي أبدا وتقسيم الوقت على طالب العلم في العلم الضروري أو الحاجي أو التحسيني المكمل مهم جدا وهذا من البركة والعلماء دائما يحثون على أن تخصيص الوقت أربع خمس ساعات كل يوم بحيث أنك تعطي غيرك من الوقت هذا الأمر الوسط وهذا الأمر العدل أما أنك تقول أنا أريد أن أعزل عن الناس بحجة طلب العلم هذا ليست حجة أما أنك تريد أن تنعزل هذا مذموم العزر هنا أما أنك تريد أن تنعزل من باب عدم انخراطك في الفتن وتخشى على قلبك نحن نقول نعم ولكن على حد المعقول لا تقطع صلة الرحم ولا تنقطع عن الجيران لا تنقطع عن مجالس الرجال ربما تنسى المرؤة الله هو المكارم وما أشبه ذلك هذا ليس من الدين في شيء وأنت تمثل نفسك ولا تمثل غيرك هذا على المجال الشرعي سألاله قص على هذا المجال الدنيوي الطبيب أو المهندس أو ما أشبه ذلك من أنت حتى تقرأ هذه الكتب ثم تريد أن تصبح عالم هذا العالم كيف أن يتقبلوك الناس في الشرعي أو في الدنو ماذا تريد من هذا العلم ألا تريد النفع للناس وأنتم منعزل عنهم سبحانه لا تعرف يعني مقاصدهم لا تعرف ألفاظهم لا كيف يعرفون أخلاقياتك ليس من الهيبة في شيء العزلة بعض الناس يقول إذا قللت من المواجهة تتيك الهيبة الهيبة والوقار في التعامل في اللفظ في الحضور نحن لا نقول إن خرط نحن لا نقول اذهب إلى كل خلقتهم على حد الاعتدار انعزل وعلى حد الاختلاط انعزل وذلك ابن قيم رحمة الله عليه تكلم عن مفسدات القلب وقال هي خمسة وهي هذه أعظمها قال منها كثرة الخلطة لا تأتينا أنت تقول من عندك فقه وتقول قصد ابن قيم عكس ذلك أيضا أن كثرة العزلة هي ممدوحة لا كثرة العزلة مذمومة أي شيء فيه كثرة وفراط مذمومة هذا معروف كل شيء زاد عن حده إن قلب ضده هذه قاعدة قصدت به الشريعة على وجه المدح وعلى وجه يعني الخير والعطاء للناس لا تأتينا بكثرة الخلطة ولا تأتينا بكثرة العزلة انتبه واتق الله عز وجل في هذه النفس أنت عندك زوجة عندك أولاد إذا كنت أعزبا تريد أن تتزوج كثرة الخلطة شيخ علوش أن يأتي منها كثرة الحديث قد تلقي بكلمة تمرض القلب تمرض القلب كثرة البواحات يعني ضياع الوقت طيب كثرة العزلة تمرض هذا القلب أيضا تمرض لوحدة الحالك نعم وردت أحاديث عنه أن الوحدة منهيون عنها سبحان الله في الحضر والسفر حتى في الحضر السفر أخص ورد عنها الإنسان بطبع ضعيف فيه فيما معنى الحديث أن لا ينام الشخص لوحده وهذا تختلف فيه الفقهاء هذا من الحضر في الحضر لا ينام أحدكم لوحده كما قال عصاته السلام الله أبوه مسألة أنه في نفس المنزل إذا كانت الغرف متعددة كل شخص في غرفة هذا هو الانضباط أما المقصود لا ينام أحدكم لوحده المقصود من هذا الحديث والله أعلم أنك تنعزل كلية من المنزل ما عندك إلا منزل واحد وأنت تسكن هذا المنزل وحولك أناس من الأقارب أو ما أشبه ذلك هذا المقصود فيه الذنب والنهي عنه قد تصل إلى مرحلة كبيرة من كبائر الذنوب أنك تنعزل لماذا؟ لأن هذه النفس غالباً تكون على وجهه الهشة صحيح تكون ضعيفة ضئيلة إذا انعزلت كيف تتقوى وكيف تعرف ما نكبر والإنسان يحتاج للآخرين شخصاً الأصل في الإنس أنه متآل يأنس بغيره ويأنس بشي نعم هذا هو الأصل والإنسان يحتاج المجتمع يحتاج أصدقاء يستحيل تعيش الحالة وفيها عقدة وفيها مجلبة للوسوسة وفيها مجلبة للأمراض النفسية هذه كلها من جهة العزلة هذه مدمومة نلاحظ في خلوش الإسلام وضع الأجر المترتب على نفع الآخرين يعني أجر أعظم من النفع على النفس وهذا من باب الدفع إلى الأعمال الدفع إلى تكون اجتماعي وخارط الآخرين الأعمال على نوعين أعمال متعدة هو أعمال اللازم المتعدة أعظم أجراً من اللازم ما هي اللازمة التي تفعله لنفسك وهذا الشخص الذي كان معتكب في المسجد كان أخوه يعطيه من النفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين يأتيك الزاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال من أخي قال أخوك أعبد منك وهذا في البسط لأنه يعمل هذاك وهذاك يذهب إلى الدن عمل عبادة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنه عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه كيف تتقن العمل وأنت فيه عزلة صحيح وهذه العزلة على وجه الذنب إذا أن عزلت كلياً عن الناس ربما تتواصل معهم في التواصل الاجتماعي ويأخذ منك طالب العلم الثمان ساعات نقول لله حرج إذا كانت على وجه التوقيت المؤقت لا على التوقيت المؤبد صحيح وعلى منهج حياة منعزل وتنخر حتى السلام ما تسلم عنه وهذا وعلى شيخ قال له ليس معنى كلام للنسان لا خلاص حياتها كلها للآخرين ليس هذا معنى أصلاً هذه النفس إما أن تكون في طبيعيتها اجتماعية أو أقل من ذلك والاجتماعية في كل منزل قد يخرج شخص واحد من هذه الأنفس شخص واحد اجتماعي الباقي لا غير اجتماعي لا يقول أنه هو أفضل منهم أو هم أفضل منه لا نحن نقول الخلطة أنت معيار عندك والانضباط عندك هذا الأسؤال ادعى الله عز وجل أن يوفقك الله عز وجل هي انضباط شخص انضباط توفق بين طلبك العلم مثلاً وحقوق الآخرين في طلب العلم في قراءتك للكتب في أشياء مباحة وما أشبه ذلك نقول استغلال الوقت على وجه المباح على وجه فيما يرضي الله عز وجل أيضاً على وجه المباح لا حرج أما أنك تستغل هذا الوقت وتنفس عن هذه النفس على المحارم فيما يرضي الله عز وجل هذا أمر مذموم ولا يجوز نرجع معك إن شاء الله شيخ علوش بعد هذا الفاصل نكمل محاول الأخرى بيننا سبحانه وتعالى إذن فاصل أراجع لكم خلكم معنا وبإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها في الحالات الأثية إذا خلوا وإذا غضب وإذا احتج وإذا استغني وإذا قدرت أحياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في لقاء على تراء هذه الحلقة عن فق الأخلاق مع ضيف الفاضل الشيخ علوش المطيري حياك كلا شيخ من جديد محمد قبل فاصل تكلمنا عن ضوابط الأخلاق وضابط كان مهم حقيقة لها انعكاس على وصف هذا الشخص وخلقه إذا كان شخص لا يرى منعزل بحجة انشغالات العلمية أو جوانب أخرى فقد نتكلم عن هذا الضابط محمد بشكل أكبر زاك الله خير وأنه إنسان يحتاج إلى توفيق وإدارة وضبط هذا الوقت في هذا الضابط نعم حسنتم أخي أبو عبيد مسألة الوقت من علاقتها وقصة الأخلاق فيها مهم جدا من ناحية الرخاء وشدة وكما قلنا نثني على ما سبق أن مسألة العزال قد يكون على وجه الضرورة قد يكون ممدوحا في وجه يعني أن يصفي هذا الذهن مثلا فرام الناس يريد أن يحفظ القرآن يريد أن يحفظ شيء من السنة وما أشبه ذلك على حد العلم الضروري نحن نقول نعم يضبط وقته بعزلته عن الناس في عدم الأشياء التي لا حاجة له فيها من يقوم شخص أحد مقامه من الأفراح والمناسبات وما أشبه ذلك من أخ أو أب أو أب أو ما أشبه ذلك بحجة أنه يريد أن يحفظ القرآن نقول مرة أو مرتين ولكن هذا لا يشغل هو الانشغال الكلي عن خلطته مع الناس وما أشبه ذلك ربما تجده يدخل المسجد ويخرج من المسجد ولا يسلم على أحد ربما يدخل هذه الدائرة الحكومية إلى هذه الوظيفة التي هي مكانه ورزقه ولا يسلم على أحد بحجة أنه منعزل كليل لا لا يصرح هذا ليس من الخلق في شيء وهل أنت أفضل من الدين هل أنت أفضل من النبي صلى الله والصحابة لم يعرف عنهم هذا شيء وأكرم الخلق وأفضل الخلق وأعلم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشروع بالدعو وفتوحات أحسنت هذا هو قدوتك عليه الصلاة والسلام وكان في سفره يذهب شهرا هل هذا هل هذا فيه ذم على وقته أو ما أشبذك لا أنت عندما تتق الله عز وجل في هذه الطاعة وتتق الله عز وجل في هذه المعص أنك تجتنبها وتمتذل هذه الطاعة يبارك الله عز وجل لك في حفظك وفي وقتك وهذا من الخلق الخلق في هذا الجانب مع الوقت أنك تراعي هذا الوقت من ناحية الخلطة ومن ناحية العزل وهذا خلق عظيم حيث أنك تختلط مع الجار وتسأل عنه ربما يدعوك مرة مرتين وترفض ويقع في نفسه شيء وهذه نفرة منك وكما يقولون الجار قبل الدار وله حق عليك حق الإسلام وحق الجير حقه عليك أنك تتفقده وتزوره وإذا سافر يأتي منك أنت ممن عزل كيف يأتي منك أنت قد لا يعرف اسمك خطأ ولا ينبغي لك في الأعياد في المناسبات سواء كانت في الأفراح أو في العزة وما أشبه ذلك صحيح لا بد أن تكون لك علاقة ليست عن علاقة صداقة وهذا يعني نعرج عليه في العلاقات مثل كأخلاق الآن بعض الناس يظن أن كل شخص يعرفها صديقة وإلا ما ينقطع لا صحيح هذا الشيء صحيح الأخلاق تتطلب منك أن تكون لك عندك علاقة مع الناس مع الكبير والصغير وتجلس مع الكبير وتجلس مع الصغير ولا شخص من الناس كل من جلست عنده من هبه دب تعطيه أسرارك لا هذه عندك خلل في التصور اضبطه وغيره وعدله حتى أنك تضبط هذا الخلق في هذا الوقت الذي يمضي معك وأنت قدوها لهذه الأسرة التي تنتمي إليها سواء أولادك أو أخوانك الصغار أو ما أشبه ذلك أنت متعلم تحمل الشهادة الفلانية لا بد أنك تعرف كمنهج حياة في هذا الوقت أن الوقت له علاقة في الأخلاق من ناحية أنك تختلط وتنعزل متى وكيف وأين وعلى مدار الساعة ماذا تفعل وماذا لك وما عليك كل هذه الأمور وانعكسها على أخلاقياتك والله عز وجل يوفق من يشاء ويهدي من يشاء ومن أراد الصدق في مثل هذه الأمور كما تقدم في جميل الأخلاق أنه يوفقه الله عز وجل عندك الصيحة بن محمد مساء زخر جميلة أن الفيصر فيها الاستقاظ لإصراءة الفجر وهذا الوقت الجميل هو بداية تنظيم يومك وفاتحة يومك وخير يومك تقنن اليوم وهو مجرب ليجس هذا الوقت اليومي يبارك الله سبحانه وتعالى في كل يومه أحسنت يعني بداية اجعل عندك مبدأ في القصد كنية الآن عندما تصلي صلاة الفجر لنصلاة يوفقنا وإياك بداية المحافظة على داع صلاة الفجر في مساجد مع جماعة المصليين المسألة الآن عندما تأخذ من وقتك دقيقة أو أقل من ذلك تمنهج يومك تأكل كي تتقوى الله طاعة تنام كي تستغل الله طاعة تذهب إلى وظيفة كي تغاوج مرضات الله عز وجل كل الوقت الآن ضحيت بوقتك كلها طاعة الآن أنت أدنى الأمور هذه التي أنا نصحتك عندك مهام أخرى نظوم يومي يا حياتي قل والله بعد العصر أريد أن أزور فلان بعد صلاة الظهر أريد أن أدعو فلان على الغداء أريد أن أذهب إلى فلان بعد المغرب أقضي عنده شيء من الوقت بعد صلاة العشاء وراجع القرآن منهج وستعرف أثر هذا المنهج عليه وهذا محمد يعني يوصي حتى بطلب العلم الوقت لنبعد الفجر إلى الشروق هذا هو الوقت الأمثل والذي تختلف من شخص نعم تناسب شخص دون آخر دون آخر ليس بالضبط نعم من ذلك بن مسعود ورد عنه وقال مرحبا بالشتاء ليله طويل ليله طويل للقيام ومشبه ذلك وقراءة القرآن ونهاره قصير للصيام صحيح هذا هو المقصد من قوله رضي الله عنه مسألة الأوقات الآن مثلا قد تناسب شخص دون آخر بعد صلاة الظهر طالب الناس لا يستحبون فيه الحفظ تجدوا عند البعض عند طاقة عنده استطاع فاتقوا الله وما بيت هادي يقدر يحفظ الحصري رحمه الله مقرأ معروف نعم كان معهودا عن شيوخنا ينقلون عنهم وهم طلاب عنده نعم في القرآن يقولون بعد صلاة العصر إلى أن يؤذل المغرب كله قرآن بعد العصر إلى المغرب إذا صلى العصر يقفل على نفسه المكتبة يقفل على نفسه ما يفتح بق نعم إلى أن يؤذل المغرب سبحان الله هو في القرآن امتهى من ورده يراجع حتى يؤذل المغرب خلاص جعل وقت وقت العصر كله للقرآن كل يوم دون وقت هذا خلاص لأنه فكر وقال أنا في هذا العمر وأنا في هذا السن وأنا في هذه المراحل العمرية الآن اليوم فيها 24 ساعة وضع من هذا الوقت منهج له أنه يجعله كله القرآن مبارك الله فيه كان يوقت الساعة قبل أذان الفجر قبل أذان الفجر بساعة ونص ساعة ونص يقوم الليل يقرأ القرآن حتى في آخر عمره وهو مريض ويتعب يقوم ويستيقظ ويصلي ما شاء لا يعد الصلوات أربع خمسة يصلي ما شاء إذا قرب أذان الفجر وأوتر هذه السنة نحن لا نقول أفعل مثله نحن نقول خصص لك وقت خصص لك وقت يكون لنفسه يحظن فيه من الدين عند وقت اللي يتخصل العلم لك محمد يختلف أيضا شخص الشخص شخص ساعتين باليوم في أكثر خسب مهامكم عاشر دقائق أقل شيء يا أخي عاشر دقائق ما تكلفك شيء أقل شيء يا أخي أنت من المحافظة نعلى الصلاة في المسجد بين الأذان والإقامة إذا كنت أتيت مبكرا أو بعد كل صلاة اقرأ صفحة صفحة من القرآن هذا متعلق في القرآن الكريم في القرآن غير اللي عند علمك هذا القرآن سيهذبك سيعلمك بارك في حياتك كلها سيعطيك التقوى سيعطيك سيضيف إليك شخصية أخرى تنتقل تكون عندك نوعية في الشخصية تكون عندك تنوعات تقرأ كلام الله عز وجل يؤثر ويحرك هذا القلب جميل وهذا الأمر مجرب وعرفنا أناس لا يعرفون من الأخلاق شيئا وسمعوا هذه النصيحة وبارك الله فيهم بالآن محمد الله فمسألة القرآن يهذب لا بد أن تكون عندك عطاء لهذه النفس وهذا وقت عندك ممتاز وهذا الوقت الآن إما لك وعليك وهو ماضي عليك فيك وبدونك سبحان الله اجعله لله صحيح بنية أنك تجعل هذه الأوقات لله انظر إلى البركة والثمرة وتجد الصحة وهذا الألباني رحمة الله عليه يقول أنا في سن الثمانين ونظري وكأني في السن العشرين في البصر حفظها في الصغر مسموع عندنا مقطع صوت نعم يقول حفظ الله لنا هذا البصر وهذه الصحة في الطاعة الله أكبر لا يقولها رياء مفخرة صحيح قال تعليم الأمة الإسلامية الله أكبر قال احفظوا صحتكم بالتقوى جميل واحفظوا أوقاتكم بالتقوى بالتقوى نعم الله أكبر مسألة مسألة حفظ الوقت قد تزل مرة تعصى الله عز وجل ولكن الله عز وجل عندما قال إن الله حب التوابيد تب حتى لو ألف مرة تخطئ على نفس الخطأ وتكرره تب إلى الله عز وجل وأمشي بخير هذه بحد ذاتها عبادة عظيمة وهو باب أو باب الجنة باب التوبة مسألة الوقت مع الأخلاق مسألة عظيمة جدا ولا تنفك هما متساويان ويلتقيان أحيانا في مسألة الانضباط اللازم حيث أنه يجب عليك أنك تلتزم في أوقات وهذا من الأخلاقيات تلتزم في وقت الوظيفة تلتزم في وقت الصلاة وهذه أخلاقيات لا شك أخلاقة عظيمة مسألة الوقت مسألة عظيمة جدا تحتاج إلى كما تخضلت وصوعة لا شك إذا تسمع لشيخ ألوش فاصل ورجع لك إن شاء الله تعالى إذن حبيتنا فاصل ورجع لكم في لقاء على فراء بقوا معنا حياكم الله ومشاهد الكرام من جديد في لقاء على فراء ورحب من جديد بضيف الفاضل لشيخ علوش المطيري الإمام الخطيب في وزارة القاف حياكم الله ومحمد الجديد حياكم الله وزاك الله خير على الحديث عن الوقت وهميته فيه وعلاقته بالأخلاق يعني موضوع جدا جميل ومحمد زاك الله خير لننتقل إلى مسائل أخرى شيخ علوش متعلق أيضا بفق الأخلاق والديك ما تقول في هذا جانب بزاك الله خير نعم أحسنتم أخي أبو عبريد مسألة الأخلاق فيه بعض المسائل والنماذج التي نشير إليها إشارة طفيفة فيما يتسعنا من وقت عندما قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه كل هذه على مدار الأخلاقيات لمن ترك المراء ربض الجنة أدناها أقل شيء المراء أنك يعني تستهل وتمضي في النقاش وفي الكلام وفي الجدال وقص على هذا حتى يصل إلى المشادة في الكلام ولو كنت محقا تمضي في الكلام تماريه يعني كأنك تجاريه وواضح يا أخي أسكت قال عليه الصلاة والسلام فلق الخير أو اليصم لا تماريه ولا يعني فجاد شخص مسألة شخص أمامك ويناقشك فيما أنت تعرف أنه على خطأ صحيح تعرف أنه على خطأ نعطي مثال الآن هذا الشخص تكلم معك ومضت من هذه المسألة اتكلمت عليها أكثر من دقيقة خلاص انتهى الأمر أنت علمت أنه على خطأ ولم يقبل منك النصح أسك ما بعد ذلك يكون مراء عليك مراء وهذا المراء على وجه الذن أنا زعيم أنظر إلى النتيجة ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقق الآن لا نقول أن المراء على وجه الحق نحن نقول المراء بين اثنين تكلم ثم أصبح الكلام لا فائدة منه واضح أنت الآن دخلت في هذا موضوع المراء شخص محق وشخص خير محق أنا في السلام يخطبك أنت العاقب المحق قال لمن ترك المراء وإن كان محق اترك المراء فيه الفضل لك أنت بما لا فائدة فيه نعم يعني بعض الناس تجد عنده كأنه عنده حظ من النفس يريد أن يقبل الشخص بكل الوسائل لا يا أخي نصحت أو ناقشت يا أخي هذا الشخص غض النظر عن فكره وجنسه ويقبل منك أو لا يعاند أو لا أنت ارمي عليه النصيحة وانتهى الأمر صحب أما أنك تريد أن يقبل منك وتصل إلى ربما تكون سبب له في معصة الله أو يكون سبب لك في معصة الله ذلك انتهى الأمر صحيح تريد بيت تخرج منك كلمة سبحان الله تسيئ لك وحاسب عليها أحسنت ذلك إذا وقعت منك مرة لا تقضح توقع فيها مرة أخرى أيضا وأنا زعيم ببيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب الكذب من ترك الكذب الكذب الآن هذا اللي سيح شخص المرتبة الأولى أعلى من المراء أعلى من منزلته أقل 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 في ربط الجنة ثم الوسط المراء لا يكون كذبا لكن المراء ما في فائدة بالضب المراء ما في فائدة ويجر الكذب طبعا بالضب لكن يجرتي بعده الكذب الكذب أعلى منه أعلى منه الكذب الآن يعني عندما تتركه يكون لك بيت في وسط الجنة هذا الآن الثمر والنتيجة عندما يعني تعرف أنك إذا كذبت وتتخلص من هذه الحالة تنجو منها عند هذا الشخص ولكن لا تنجو منها عند الله عندما تترك الكذب وتقابل خطأك إذا كان ولبد هناك تورية أو هناك بعض الألفاظ فيها يعني ألفاظ غير مباشرة يفهم الشخص المقابل أنك عندك أمر طارئ أو خاص وما أشبه ذلك ينصرف عنك الشخص إذا كان عنده مكرمة أما مسألة أنك تكذب لتتخلص من هذا الضرر أو ما أشبه ذلك وأنت لست بحاجة إلى هذا الكذب أنت تخلصت بالدنيا ولكن لم تتخلص من الآخرة وهذا الكذب لا شك أنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وهذه محمد يعني فيها ترغيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا زعيم يعني هذا يبين للسامع يعني أنا أضمن أضمن نعم أنا أضمن لك الآن الحسن الله وأنا وأنا الشخص الوحيد زعيم يعني أنا الشخص الوحيد الذي أضمن لك صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي صلى الله عليه وسلم هذا معنى لمن ترك ترغيبه لمن حسن خلقه نعم هذه أعلى المنازل الآن بعد المرائي والكذب حسن خلق لمن حسن خلق يعني أنت إذا تركت المرائي وتركت الكذب حسن خلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها تأكيدا الله أكبر لذلك حسن الخلق عند بعض الناس يظن أن بعض الناس عند خلل في هذا التصور عنده أن الشخص الذي يصدق جبان خوار ضعيف غبي خلل عند بعض الناس ولكن هذا الصادق نعم تجد أن الشخص يصدق خوفا هذا شخصه هو لكن الصدق حذاتك أفضيلة الصدق عبادة وهذا عند الله عظيم صحيح ويورث الله الهيبة للناس عليك ووقار وأنت لا تسعى للصدق للهيبة والوقار لا أنت تسعى للصدق عبادة مرضاة الله عزيزة وتسعى للحياء عبادة صحيح وتسعى للتقوى عبادة وهكذا تسعى تسعى للكرم عبادة كما قيل الحياء محمد دعوا فأنه لا يأتي إلا بخير وهكذا الأخلاق كل خلق لا يأتي إلا بخير يعني أنت الآن عندما تسلم على شخص وتتفق مع نفسك أن هذا الشخص ذا حياء وهو سلم عليك وسمعت منه كلمات لكنه شعوره وصل إليك حيوي واضح لذلك هذا الشخص الحيوي تجد غالبا تدور حوله الوقار خصلة الوقار والهيبة يعطيها الله عزيزة يعوضه الله عزيزة لا يجرده عن باقي الخصار هذا الحياء أورثه الوقار والهيبة وغيرها ولذلك مسألة هذا الحديث كمنهج في الأخلاق يفتح عليك أبواب كثيرة جدا يعني عندما تعرف ترك الجدال والمراء وترك الكذب أحسنت عندما تعرف أيضا أن حسن الخلق يعني الخلق إما حسن أو سيء قلنا إذا حسنت الخلق تعرف أن هناك ثامرة يعني أنه يسسلم عندما قال أو سؤل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجد حسن وخلق شوف السؤال سبحان الله قال تقوى الله وحسن الخلق الله أكبر حسن وخلق ذلك قرنت قرنت التقوى مع حسن الخلق لعظمتهما نعم وهذا الخلق إذا حسن عندك فهناك في خلق أحسن ولذلك والله يحب المحسنين التقوى درجات قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين على أن ما بعدها وصف حال المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظ من الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا يعيد ما قلناه المؤمن الذي خالط الناس والعزاء الخير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم وغوزهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب هما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لا تصر يعني لا تقول أنا ما أتوب أو أنا ما فعلت أو ما أشبه ذلك أو تكرره دون توبة لا أولئك جزاؤهم وغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها انظر إلى الثناء لهم ونعم أجر العاملين الله أكبر هذه الآيات اجعلها منهج حياة جميل وهذه قالوا الفقهاء عنها أنها دلالة على درجات التقوى في آية أخرى في نفس الصورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذه الآيات فسرت هذه الآية حق تقاته حق التقوى وعين التقوى ويعني مراد التقوى أيضا نوصي إليها هذه التقوى على درجات نعم فكن أنت من المحسنين الذين يكذمون الغيض وما أشبه ذلك هذه كلها تتنال أخلاقيات جميل إذن شيخ علوش عندنا هذه الوقفة وهذا الفاصل إن شاء الله تعالى ثم نرجع معك نكمل ما تبقى إن شاء الله من هذه الحلقة إذن مشاهد الكرام فاصل أراجع لكم في برنامج الليقاء على أثراء ابقوا معنا إذا ساءك تصرف أخيك تجاهك فلا تسلم لما يهجم على قلبك مباشرة من تخطئته ونقده والغضب منه بل اتهم نفسك أولا وحاكمها فلعلك تكون أنت المخطئ فإن لم يظهر لك خطأك فلتمس لأخيك عذرا فلعله يكون له عدرا وأنت في الشك واللوم تغرب حياكم الله ومشاهد الكرام ورجعنا معكم من جديد في لقاء على أثراء ونكمل هذه الحلقة مع ضيف الفاضل لشيخ علوش المطيري الإمام والخطيب في وزارة لقاف حياكم الله محمد من جديد يا مرحبا شيخ علوش تكلمنا قبل الفاصل عن هذه المرتبة والثمر العظيمة من ثمار حسن الخلق وترك المراء والجدال وإضا الحث على الصدق وترك الكذب أن توصف بهذه الدرجة أن تكون من المحسنين وها لا ينالها إلا من رضي الله سبحانه وتعالى أحسنت أخي أبو عبيد مسألة التقوى وحسن الخلق وما أشبه ذلك عندما سؤل لم يدخل الناس الجنة قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق وسؤل أيضا في نفس الحديث أن المبي صلى السلام عندما سؤل قال وأكثر ما يدخل الناس النار قال عليه الصلاة والسلام الفم والفرج هذا الفم فيه اللسان وهذا العضو الصغير تأتي منها الكلمات وهذه الكلمة تؤثر على هذه النفس كلمة ترفعك وكلمة توطئك وورد عن اللسان حديث كثير منها قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الكلمات عندما تكون سبهلاً هكذا ولا تنتقي الألفاظ ولا تحسن من عباراتك تكون على خطأ تكون على ثغرة شر ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم الكلمة في رضا الله عز وجل لا يقولها بالا فيرفعه الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأن الرجل تكلم بالكلمة الواحدة في سخط الله لا يقول لها بالا فيهوى بها في نار جهنم هذه الكلمة يرعاك الله ينبغي لك أن تعرف ملكه ملك إذا خطأت وزليت على فرام الناس اعتذر ولكن الاعتذار على حسب الخطأ أعطي مثال الآن ذميته أمام الناس اعتذر أمام الناس لا تأتين في مجلس من المجالس وتسبه غيبة أو أمامه مباشرة ثم تتصر عليه وتعتذر لكل مقام مقال نفذ قلت ما قلت فيه من لوازم التوبة تجاه الناس أنك يعني تجعلهم في حل وأيضا عكس يحلونكم عندما تقول كلمة طاعنا في أحد الناس واتقيت الله عز وجل أو أنك كنت على تصور خطأ تجاهه الاعتذار على حسب الخطأ وهذه قاعدة الآن حتى في الدين على مدار البدع ومدار الشبهات إذا أعلن فلا من الناس بدعة وتاب منها يعلن توبته بقدر الإعلان للبدعة وأيضا في الأخلاقيات كمنهج حياة إذا تكلمت طاعنا في الناس أو في شخص من الناس أمام الناس في مجلس نفس هذا المجلس إما أن تعتذر أو تصل إليهم المعلومة أنك اعتذرت وأنك على خطأ وهذه من الرجولة والتغافل عن زلات الناس تجاه الشخص الطرف الثاني التي تكلم عليه من شيء النبلاء كما قال ابن جوزي ولا يزال التغافل عن زلات من شيء النبلاء والنبل لا يأتي إلا من حلم وأناه وهذا الحلم والأناه أنك تتصبر على أذى هؤلاء الناس الذين يطعنون ويتكلمون ويغتبون وينمون وما أشبه ذلك وهذه ليست من أخلاقي في شيء طبعا ولكنك تكرمهم وتعزز هذه النفس وتسمو بهذه النفس بأن تخرج عن هذا الشخص تنام على صدر رحب وما أشبه ذلك على يعني سلامة وطهرة من هؤلاء الناس أنك لا تقابلهم على الخطأ بالخطأ وما أشبه ذلك تغافل عنهم إذا أردت الإحسانة والسلامة المثل سلامة الصدر أو سلامة القلب أيضا والخلق كما تقدم وقلنا إما حسن أو سيء وعندما قال عليه الصلاة والسلام لأتمم كارم الأخلاق أي حسنة أي تكد التمام الآن هنا بحد تفصيله على أنه لا يكون تاما إلا إذا كان لله عزه تعرف هذا كذا عزز الإسلام الأخلاقيات التي كانت في الجاهلية عند العرب عززها في الإسلام ليست كلها الأمانة وبعض البيوع الحميدة وبعض الكرم وما أشبه ذلك تعاملهم بالنساء في نطاق معين في اللباس وغيره هذه تمها الإسلام على المكارم ليس على غير المكارم بمعنى أنك تؤجر إذا فعلتها لله عز وجل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل مؤمنين أحسنهم بخلق أكمل مؤمنين إيمانا أحسنهم أحسنهم بخلق ولذلك تضمن الخلق الحسن أنه من الإيمان أيضا قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين هذه الآيات التي ذكرناها والأحاديث القصد منها أننا نرغب ونحث على الخلق الحسن نحن لا نقول أنك مئة في المئة كل بحسب حاله ولكن عندما يعطيك الله خصلة واحدة عززها ونميها هذه الخصلة تغطي عن العيوب التي عندك سبحان الله تغطي وكأنها عنوان لذلك الناس ينظرون إلى ما تكثر فيه صحيح وعندما تكثر من الحياة تغطي عيوبك عندما تكثر من الكرام تغطي عيوبك وهذا موجود صحيح وهذا موجود مع علاقتك مع الناس وخلقتك وعزلتك منهم وما أشبه وما أشبه ذلك إذا كان خلق صيح أكثرت منها توصف فيه خلاص أحسن كرر كرر هذا الشيء وأنت متصف به نعم التفت إليه واهتم به وأبشر بالخير لأنه سيغطي عن العيوب التي عندك ولا يوجد شخص لا لعيب فيه لا شك أبدا لا يوجد شخص كامل كذلك وإذا كملت مهما كملت فأنت ناقص لأن كمال بن آدم لا يزال ناقص يعني أعلى كمال عندك 90% لا تتجاوز بعد الكمال يبدأ النقص أكمل الكمال الله عز وجل هو الكامل سبحانه وتعالى مهما كمل المسلم من أخلاقيات ودين وإيمانيات فهو عنده نقص لأن الكمال التام له سبحانه وتعالى قولك في الختام شيخ علوش إزاك الله خير وبارك الله فيك ونفعنا الله بكل ما قلت وإن شاء الله تعالى نكون من الذين يتصفون بإذنها سبحانه وتعالى بحسن الخلق ابتغاء وجل عز وجل اللهم آمين بس الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من محاسن الأخلاق ومكاريمها ياذا الجلال والكرام وأن يلعما علينا الأمن والإيمان والسلام والإسلام وأن يعطينا وإياكم بفضله ومنه وكرمه هذا الخلق الحسن الذي من خلاله سبحانه وتعالى يرقينا إلى دعوته سبحانه وتعالى أيضا شكر من وصول لكم وحبيتنا ومشاهدين الكرام أنتظركم إن شاء الله في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته